حياكم الله وبياكم الناس المهتمين بلعبة PUBG و Call of Duty و Fortnite وما إلى آخر من الألعاب الحربية راح يفيدكم هذا الفيديو راح نتكلم عن هذه الأزرار للبلاتوث من IPG أو موكيت أو بلاستيشن مثلا أو هذه برضو من IPG هذا النوع الأول بلاتوث بعدين راح نتكلم عن الأكسوارات الإلكترونية أو الأزرار الإلكترونية برضو هذه الإلكترونية شركة ما هي معروفة وبعدين راح نتكلم عن الأياد اللي هي بعضها فيها مراوح وما إلى آخره فبدون ما نتأخر تابعوا الفيديو وتستفيدوا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم المثنى عبدات من قناة القيك راح أقسم هذه الأزرار إلى ثلاثة أنواع النوع الأول بلاتوث النوع الثاني إلكترونية النوع الثالث غير إلكترونية ونبدأ مع الإلكترونية الإلكترونية عندنا GameSir هذه من أشهر الأزرار هذه مجرد أنك تفتحها كذا تشتغل وفيها حساسات هنا بحيث أنه تكون يعني راكبة على الجوال أو على الشاشة وفيها برضو هنا سيليكون بحيث أنه ما يتخدش الجهاز الخاص فيك نفس الكلام هنا فهذه يعني من أنظف الأزرار وأفضل الأزرار التي تعتبر الإلكترونية من شركة GameSir وشركة هذه غنية للتعريف في مجال PUBG باختصار يعني مكونة من هنا هذا الزر اللي هو يصار يمين وهذا الزر تغيير الطلقات وهنا فيه ثلاثة أنوار فيه طبعا لازم يكون الجوال مشبوك بس دقيقة فيه كذا تلاحظ أنه أخضر كذا برتغال وكذا أحمر ثلاث درجات كذا ما هو شغال كذا ثلاث طلقات في الثاني مثلا كذا ستة طلقات كذا تسعة طلقات هذه الأزرار باختصار عندنا أزرار ثاني أكترونية هذه نفس الشيء شركة ما هي معروفة هنا زر تبديل الطلقات نفس الكلام اللي مثلا نقول ثلاثة أو ستة أو تسعة طلقات وهنا زر طلق الرصاص تقدر تحط اثنين أو تقدر تحط أربعة حتى جنب بعض ما هي مشكلة يعني اثنين هنا واثنين هنا فهذا كان النوع الثاني من أزرار أكترونية هذه برضو نوعية يكون فيه من هنا مخرج شاحن طبعا يصاروا يمين هذه تكون واحدة بس واحدة أكترونية والثاني ما هي أكترونية شركة ما هي معروفة وراح نتكلم عن تقييمة حاليا نديكم نظرة بس على الأزرار بعدين غيم يعني اش أفضل أزرار أكترونية وغير أكترونية وبلاتوث كذا خلصنا من الأزرار الأكترونية اللي هي تكلمنا عن الفور وما إلى آخرة خلينا ندخل على أزرار البلاتوث أزرار البلاتوث مثلا عندنا هذي اللي هي من آي بيج هذه راح نسوي مراجعة كاملة عنها في نسخة ثانية مفتوحة عندي إذا جوالك اندرويد ستنبسط منها إذا جوالك آيفون ما أظن هذه برضا شركة مشهورة في هذا المجال برضو راح نتكلم عن مراجعة عنها فهذا كان يعني زرين بلاتوث وهذا زر البلاتوث الناس اللي متابعين القناة كي تسوينا مراجعة على هذه كيف سواء على هذه اليد أو على يد البلاستيشن بحيث أنه كيف تربطها مع اندرويد راح أطلكم الرابط في الأعلى وبإذن الله نسوي رابط محدث لأنه حاليا مثلا عندنا أربع العاب Call of Duty, Fortnite أو ثلاثة PUBG Call of Duty, Fortnite وضعها تمام صار حاليا لأنه بشكل رسمي يتم توصيلها ما تحتاج للطريقة القديمة فيحتاج طريقة جديدة بسيطة مجرد أنك تختار كذا توصلها يعني مع الجوال وتبدأ تلعب الببجي لسه فيها حضر فيحتاج لها الطريقة القديمة حق برنامج الخطبوت وإذا عندك الآيفون يحتاج لك جير بريك إذا جوالك أندرويد بإستخدام برنامج الخطبوت الذي شرحناها سابقاً يعني في القناة وهذه يد بلتوث ثاني يعني تكلمنا عنها سابقاً برضو من نفس الشركة IPJ فهذا كان ما يخص أياد البلتوث هل ننصح بأياد البلتوث؟ أياد البلتوث فيها مشكلة مع PUBG بأنه راح يسوو لك حضر لأنها ضد سياسات اللعبة هذه ما راح يكون فيها حضر لازل الألكترونية وهذه ما راح يروح يكون فيها حضر فقبل ما تشتري يد بلتوث حطه في بالك أنه موضوع الحضر ثانياً الـ iOS 13 فوق ما راح يشتغل على ياد البلتوث هذا من قبل طبعاً وعشان نكون صادقين أكثر ما هي كل يد بلتوث ما تشتغل على الإيفونات لكن يحتاج لها يعني جهد منك بجل بريك وما إلى أخير حتى تشتغل ليش؟ إيش المشكلة؟ المشكلة أنه API قبل اللي كان مفتوح لشاشات اللمس حالياً يعني قبل قفلت الموضوع هذا على المطورين فمطورين الشركات هذه سواء IPJ أو سواء الشركات الثانية المشهورة مثل FlaiDigi وما إلى أخير ما راح يقدروا يعني يسوي أيادي تشتغل على iOS 13.4 تقريباً الأيادي العادية عندنا هذه مثلاً يد مصطر أربع زرار عندنا هذه يد مصطر زرين عندنا هذه يد تجي من خلف الجهاز مثلاً يعني أنت جوالك كذا تحط بعض الطريقة بس دقيقة لو ما في تصوير على طول تشتغل بس إشان التصوير تستهبض عندك هذه برضو وهذه يمين المفروض بس نحطها كذا ما هي مشكلة طبعاً هنا المفروض يسار عكس بس أنا عكستها كذا المفروض فإيش الفرق؟ هذه من فوق وهذه من تحت الزر حقه فإذا أنت تحب تلعب من خلف الجهاز هذه مناسبة لك إذا تحب تلعب من الأعلى هذه مناسبة لك برضو هذه موجودة عندنا هذه فوق زي ال F2 برضو عندنا هذه المشهورة يعني بالقرش فهذه كانت الأزرار الغير أكترونية عندنا الأياد برضو غير أكترونية عندنا هذه غبضة المسدس تحط الجوار كذا فوق وتلعب فيها وعندنا هذه يد أربع زرار من شركة ميمو الشركة هذه بدأت تحقق شهرة من 2020 تقريباً فوق وعندنا هذه يد مع مروحة الأزدار القديم مروحة بوربانك 2000 وهذا الأزدار الجديد اللي هو مروحة بوربانك وأضافوا لها الشيء هذا اللي هو لللمس فحالياً جاء وقت التقييم واختياري الأفضل أزرار وأنا قسمتها إلى ثلاثة أنواع ممتازة جيدة أبو كل الممتازة من البلاتوث بالتأكيد يد البلاستيشن إذا عندك ما يحتاج تشتري يد لكن في أيدي برضو أفضل من يد البلاستيشن مثل اللي هي من كيم سير أو فلاي ديج الشركات هذه ممتازة برضو أيبيجة بعضها ما هي موجودة عندي فما قدرت أعرضها لكن هذه يعني أفضل أيادي البلاتوث أفضل الشركات أحط لكم ثلاثة شركات في الوصف هذه أفضل الشركات التي تصنع أيادي بلاتوث وإذا أنت تلعب بوبجي أنا ما أنصحك بالبلاتوث لأنه ضد سياسة اللعبة إذا كولف ديوتي وما إلى آخر الشركة مؤخراً بشكل رسمي دعمت الشيء هذا فما عندك مشكلة لكن البوبجي مشددين على الموضوع هذا وممكن يحضروا الحساب هذه أفضل أزرار بلاتوث أفضل أزرار أكترونية F4 وأنا مغمض هناك أزرار ثانية تنافسها من FlyDG للأسف ما يوجودها عندي اسمها Stringer 2 يعني عليه طلبات زيادة ما تجلس هذه برضو عليها طلبات كثيرة ما تجلس لكن أنا فجأة إذا سويت الفيديو ما حضرت له وما إلى آخر إذا وصلت إن شاء الله نسوي لها فيديوهات ونقارنها مع هذه يعني F4 و FlyDG هذه حساسات ما رح تسوي لك حذر لا مع PUBG ولا مع Call of Duty ولا مع أي لعبة لأنه ما تحتاج بلاتوث هذه مجرد حساس توصلها بالجهاز وعادي يعني تبدأ تلعب وتشتغل فهذا ما يخص يعني أفضل أزرار أكترونية هذه لا بأس فيها لكن أشوف تقييمة يعني متوسط إلى أبو كلب هذه كانت الأكترونية أما هذه هذه في الزبالة على الطول هذه أكترونية أزرار تسوي لها زيك كده في الزبالة الآن خلصنا بالأزرار أكترونية قلنا أفضل أكترونية هذه أفضل بلاتوث ثلاثة شركات سأضع لكم هي وإذا لديك يد بلاستيشن ممكن لا يحتاج تشتري أما بخصوص الأزرار التي هي غير أكترونية أفضل أزرار من نفس الشركة أشوف الشركة هذه انتجها زي من أفضل موجود بعضها تأتي كده يعني مع المقابض حقتها ويكون الزر فوق يصار ويمين بهذه العلبة أو تأتي بس الأزرار يعني أزرار ومقابض هنا أو أزرار مثل هذه هذه أفضل أزرار غير أكترونية مشكلة أنه بلاستيك وتنكسر مع الوقت فيه ناس كثير يشترون من عندي ويشتكوا من أنها تنكسر مع الوقت لكن هذه أفضل الموجود ميني نافسة أنا بالنسبة لي هذه المركز الثاني هذه حديد هي اللي حطينا هنا للمعليش للناس اللي حب ويلعبوا يعني من خلف الجهاز هذه ممتازة لهم للناس اللي بالععلى وليفتو وليفتو كخيار أفضل من كل الموجودين يعني هي أفضل شيء موجود بعدين تفكر في الأزرار الثاني هذه الأزرار فيه ناس للأمانة كثيرة يفضلوها أنا بالنسبة لي أشوف تصويتها يعني أبو كلب هذه أبو كلب عندي لكن فيه ناس كثيرة يفضلوها يعني عليها طلب زيادة هذا الكرتون حقها ومشهور يعني غني عن التعريف هذه أزرار القرش برضو أصنفها يعني أبو كلب أبو كلب أكلب شي بخصوص الأيادي يعني هذه اليد متوسطة إلى أبو كلب في الكولف ديوتي متوسطة تقييمها في الباب جي أبو كلب لا أدري بالضبط لأيش لما نلعب باب جي يكون يعني اللمس فيها تعبان والحركة تعبانة بينما كولف ديوتي ممتازة هذه الأصدار القديم منها كانت تجي بمروحة البوربانك في نسخة 2400 فتقدر تجحل جول لكن ما نسحك يعني خلي الألفين للبطارية بحيث أن تجلس معك وقت أطول مايكرو ويوس بي اي هذا النسخة للإصدار المحدث الشيء اللي سووه غيره هذه هذه صارت أقوى وأضافه هذه والمروحة برضو صارت أقوى يعني لما تشغل المروحة تسمع صوت وتسمع هوا يعني أقوى أول كان المروحة ما شغال وبرضو تعتبر المروحة هذه أبو كلب إذا قارنناها مع مراوح فلاي دي جي شركة فلاي دي جي ومع مراوح ميمو أبو كلب بكل ما تعني الكلمة لكن الشركة هذه أنا عجبتني في 2020 طلبت منهم مكمية بضاع بإذن الله إذا وصلت نسوي مراجعات عليها رح حط لكم هي الصورة أو الفيديو تشوفوا في الأعلى نفس هذه تخيلوا أن الشركة اللي صنعت اليد هذه أبو كلب صنعت هذا المنتج في 2020 لسه ما هو مشهور في الأسواق لكن أنا شفت في المصنع كيف التغليف حقه كيف الأداء وكيف تشغيل المروحة دائما الإعلانات إلى أخير يقولوا لا 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 ترسل لي إعلان أرسل لي كذا صورة وتشغل المروحة أبو شوف الإعلان يقدر يخلي لك هي ميسي آيا دي باب جي بس لما توصلك تطلع أبو كلب فأنا خليه صور اللي هي زي كذا فصور المروحة صراحة من يعني لسه ما جربت لكن باين عليها شي كويس فراح نتكلم عنها إذا وصلت هذه إذا شفتها ما نصحك تشتريها وهذه نفس الشي هذه إذا شفتها ما نصحك تشتريها رغم أنه كذا لما تشوف ها غبضة مسدس واسمع الصوت طرب شكل واء لكن وحط لك زي الليكس كذا قيم ولكن كلعب لا هذه لش سيئة هذه غلطتهم نفس الغلطة من تحت فلما تضع الجوال دعونا جرب معكم على السريع إن شاء الفيديو ما يكون طويل وإذا حاب النوع هذا من الفيديوهات اكتبوه في التعليقات يصير كل فترة نسوي لكم على مراجعة على هذا والناس الذين متابعين في التيك توك سوينا غنات ففيها شروحات على هذه بأول بأول تشوف فهذه ممتازة جدا الحركة هذه يعني تكون من فوق لكن لما تكون من تحت كذا أو من النص زي هذيك لما تحط الجوال حيتحرك معك ولما يتحرك وتضغط هنا ما حيجي الضغط تمام فهذه هي الاشكالية فبكذا تقريبا تكلمنا عن كل الأيادي عندنا هذه الثلاثة أو هذه الاثنين والثالثة ممكن تختار اي بيج أو تختار أي شي بلوتوث كلها ممتازة يعني البلوتوث لأنها غالية فالشركات لا تصنع أي شي بينما هذه سعارها بعضها أقل من 10 ريال بعض 20 ريال ف يعني يكون بوكل حتى لما تضغط ضغط وضغطتين تنكسر لكن هذه لأنها تكلف الشركات فيكون أفضل فبالمختصر عشان ما أفضل فالثالث شركات توفر أزرار البلوتوث عندك IPG وعندك ممكن تأخذ من بلاستيشن أو ممكن تأخذ من GameSir فلاي دي جي عندهم لكن الأزرارات الجديدة مثل G6 وما الأخير ما تشتغل على الآيفون فما أدري بالضبط البلوتوث لسه أنا عندي تحفظ وبإذن الله سوي فيديو إذا قدرت أنني أشغل على الآيفون أصحاب الأندرويد ما عندكم أي مشكلة معها لكن عندي تحافظ من ناحية أنه باند على PUBG فالناس اللي تلعب PUBG ويجيون باند بعدين سيقول لك ليش ما قلت وما إلى آخر وزي كده فحبنا نوضح هذا هذا كان ما يخص كل أكستوارات PUBG تقريبا في شيء ما تكلمنا عنه الغفازات ما تكلمنا عنها هذه أفضل غفازات من Flai TG آخر ازدار في أصفر وأسود أو في أسود وزرق التي جاء مع هذه تجاه طبعا هم عندهم Flai TG عندهم شفت أضع لكم الشاشة هنا لسه ما وصلنا Stringer 2 إذا وصل بإذن الله نسوي لكم مراجع عنه وهذه غفازات تجاري أفضل موجود في غفازات الثانية لا أقوم بإذن الله ولا شيء صغيرة يادو وتدخل في الضفر فمسوينا المقاس الصيني أتوقع فهذا كان ما يخص أزرار PUBG وأفضل أزرار وإن شاء الله أن ما طولنا عليكم وإن شاء الله أنكم استفدتم وإن شاء الله أن ما نسينا شيء بدون تحضير بدون شيء حطيت الأدوات وبدأت أتكلم أتمنى أنكم تستفدتم أخوكم المثنى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته